بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نتفت وإذا الرسل أبتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعه الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقهم من ماء نهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرناه نعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاسا أحياء وأمواسا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين ينطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ينطلقوا إلى ظل ينذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترني بشرى كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتبرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وهيون وفواكه مما يشتهون كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون